من قمة الجزائر إلى جدة ستة أشهر كانت فاصلة في العمل العربي المشترك شمل جمعته الجزائر في قمتها الحادية والثلاثين مماهدة الطريقة لوحدة صفين تجسدت خلال فترة ترأسها لدورة جامعة الدول العربية ترحب الجزائر أيام ترحيل ببوادر تكريس هذا التوجه الذي بدأت تتجلى ملامحه مع استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة شغل مقعدها بمنظماتنا ملفات وقضايا بعضها مستجد والآخر متوارث وإن تغيرت المعطيات والظروف والتحديات بين الموعدين فإن الجزائر ثابتة في قمة السعودية على مقاربتها في احتواء أزمات المنطقة تحت مظلة عربية لا مكان فيها لوصفات أجنبية تزيدها تعقيدا ندعى المؤشرات الأيجابية للوصول إلى حل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق فإننا نأمل أن تتواصل وتمتد وتتعزز في صورة توافق عربي كامل للعركان على احتواء الأزمات داخل البيت العربي بدل السماح بتدويلها وتعقيدها وتشعب أطرافها أزمات أمنية يطفئها الحوار وانسداد سياسي ينفرج بصناديق الانتخاب خارطة طريق تقترحها الجزائر لإعادة الاستقرار إلى دول عربية مزقتها الفوضى والصراعات عودة الاستقرار لن تتم إلا عبر مسار ليبي ليبي يشجع التوافق بين بنات وأبناء هذا البلد الشقيق للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الإخوة في لبنان ونتمنى لهم من أعماق قلوبنا أن يتوافقوا على حلول تنهي حالة الانسداد السياسي تسلم الجزائر رئاسة دورة القمة إلا أنها تؤكد مواصلة مساعيها للم الشمل وإصلاح جامعة الدول العربية وعصرنة العمل المشترك داخلها لتفعيل دور العالم العربي والاستجابة لتطلعات شعوبه